السلام عليكم يعطيكم العافية بهذا الفيديو راح نشوف example كيف انا ممكن اعمل configuration لقضايا ipphone على بدات الزونت ال smp راح نعرض هلأ documented example لواحد من تلفونات القضايا الجي سيريز اللي هي support sip يعني لازم انك نشوف بالداتاشيت لتلفون القضايا هل هو support sip ولا لأ لانو default protocol لتلفونات القضايا هو h323 طيب زي ما احنا شايفين بهذا documentation اول شي عشان ادخل لل للاقضايا administration settings راح احط هدا الباسورد اللي احنا شايفينه 27238 وبعد هيك راح نروح على signaling settings طبعا هي بتكون h323 راح اخيرها لسب ولما اعمل apply التلفون راح يعمل restart وبعد هيك في عندي السب السب global settings راح تظهر معي لما التلفون يتحول للسب طيب السب domain راح يكون ال ip address لبدالت الزون تل smb وطبعا ال registration policy بحطها alternate لانو مش مش avaya environment وال fallback policy admin والسب proxy policy راح احطها ماني وليش لاني راح اعمل عليها edit user id field زي ما احنا شايفين بالصفة الثانية راح اعمل ها enable وبعد هيك لما اخلص راح اروح على السب السب protocol اللي هي بتظهر لما انا اعمل او احول التلفون لسب protocol راح اعمل تعديل لللست اللي ظهر قدامي او اعمل new طبعا هاي الصورة محطوطة لانه انا اعملت created لبروكسي list فانا راح اعمل البروكسي list هاي اللي موجودة راح تظهر بهاي الطريقة السب proxy راح يكون ال bbx id address وال protocol طبعا زي ما شفنا بالفيديوهات اللي قبل انا ممكن سب settings transport ممكن اتحكم بالtcb والudb فانا مثلا انا بهذا الامل اختار tcb 5091 فلازم اتأكد انه tcb 5091 مطابق وموجود عشان يعمل registration لو خلت tcb 5060 راح اعمله بالpdf هون 5060 وبعد هيك بعد ما اعمل apply التلفون راح يعمل restart ورح يطلب مني details اللي موجودة username password user id username و user id اللي هو extension number اللي انا بدي اعمله على تلفون الافايا اللي انا ضفته بالزون smb والpassword اللي هو registration password لهذا extension بالبدالة راح اعمله هون ولما ادخل هاي البيانات راح اكبس enter وبعد هيك راح نلاقي انه التلفون راح يصير registered اشتركوا للمشاهدة اشتركوا